اشتركوا في القناة في برنامجنا هذا امثالنا الشعبية ويسعدني ان اقدم اليكم اليوم مجموعة من الامثال الشعبية الجميلة امثالنا اللي دائم تتردد في مجتمعاتنا وفي بيوتنا الامثال هذه طبعا انا بحاول اني اشرح لكم هذه الامثال بمفرداتها ومتى تضرب واعطي نماذج عليها طبعا بصاحبنا في عرض هذه الامثال اخونا وزميلنا الخطاط علي الحمادي بيكتب ان شاء الله هذه الامثال مثل ما كان يكتبها اول مثل ما تشوفون وان شاء الله اتمنى انه يعني بكتابة هذه انه ان شاء الله تترسخ هذه الامثال في اذهاننا جميعا خلونا اعزائي نشوف اول مثل في هذه الحلقة اول مثل يقول اعزائي البيت بيتك ولا المسيدة دفالك البيت بيتك ولا المسيدة دفالك مثل حلو صح؟ اعتقد انكم هذا المثل صامحين خلوني ايلس واسرح لكم هذا المثل المثل اخوان العزاء طبعا ما في كلمات صعبة البيت معروف المسيد اللي هو المسيد وادفالك اللي هو عكس البرد المثل هذا اخوان العزاء يعني اتوقع انه يعني انكمنتوا استخدمتوه ما استخدمتوه كانكمنتو طبقتوه ولكن استخدمتوه للدعابة استخدمتوه للسوالف مثلا اياك مثلا حد من الاخوان في البيت وكذا تبا تمزحويا يعني تقول لها تفضل عندنا بس المسيد زي انترا او لو نسير وياك نتمشي احسن يعني من باب الضحش وسوالف بس ما بقف قلبك انك بس تبا الضحشة لانه لانه يعني انا اعتقد انه في هالحالة المثل اللي ضربت انا او اللي ضربت النموذج ما عالم الاثنين يعرفون معنى المثل لانه اذا واحد ما يعرف المثل بيصدج بيقول هذا يعني بخيل ولكن يعني مثل ما قلت المثل هذا له يعني مثل ظاهري يعني لا اساس لا قصة لا سالفة ولكن يستخدم الحين له الدعابة الحمد لله ما احد عندنا بخيلة الحين احساسا انه نطبق عليه هذا المثل المثل هذا سالفته ان واحد صار يزور واحد وزاره في البيت سلم عليه وصوله افويا فالريال طبعا هذا يعني المضيف رأي البيت شوي بخيل او انه ما عنده مكان يعني يعني يبغي يتخلص منه بطريقة غير مباشرة باعتذار يعني لطيف فقال له طبعا هذا البيت بيتك وعيالك وكل شيء والحمد لله على عيننا وعلى راسنا وتفضل وكل شيء بس اتوقع ان المسيد اللي احذانه هذا نظيف يعني دافي ولا في برد وايد هنا يمكن عندنا تبرد ولا شيء ونحن نخاف عليك فالمسيد انا شوف انه احسن لك انت فطبعا هذا اعتذر بطريقة لبقة فالضيف فهم الموضوع وما ادري عاد سار يرقب في المسيد ولا نروح ما اعرف بس والمهم اعتذر منه اتخلص منه هذا هذا هو يعني هذا المثل اخواني عزاء هذا قصته ضرب على هذا البخيل اللي ما يبقى لكن يعني في الاساس هو يعني دعوة ل الكرم ودعوة لعدم يعني الاقتداء بمثل هذا يعني سالفة هذا الريال البخيل لان هذا في الاساس يدعو او ينتقد البخل ويدعو الى الكرم لان هذا بخل كيف يقول يعني البيت بيتك والمسيد التفاعلك يعني يباي صين للمسيد يعني ما يباي كرمة لو يباي كرمة يقول اتفضل ما بيضي يبرم للمسيد فهذا المثل طبعا يضرب انتقادا لمثل هذه المواقف للبخلاء اللي يعني ما يقدمون لضيوفهم كلمة طلبات الضيافة يعتذرون منهم بطرق يعني ولا قال له مثلا أنا عندي شغل لاتي ولا مثلا قال له أنا اليوم مشغول تعال لي باشر ولا مثلا يا وقت مثلا معين والريال ما يبقى يطبقى ما يبقى يسويه لكرمة قال له عاد سماء حلال اليوم مثلا الحرما ما حتى تطبقوا مثلا الحلال ما ضوى هاي ما البدو ترى الحلال الدباش ما عساس نتبع لك ذبيعة يعني هذي كمثل يعني نموذج للمثل هذا على البخلاء ولكن هل ما قلت لكم الحمد لله الحين ما عندنا بخلاء الحمد لله الخير وايد والحلال وايد وكل شيء متوفر ولكن نحن نضربها للدعابة خلوا نعطيك من نموذج على هذا المثل مثلا أنا مثلا سرت مثلا أنت غدى ويا أصحابي في مطعم معين وبعد الغداء يا أبو الفاتورة وخذ التاني أنا طبعا أبغي أمزحوا يهم أضح حتم شوية فأخذت الفاتورة بدفع فلوس بدفع كاش يعني نقد فعد أقول لصاحبي اللي الدعمي اللي هو يعرف المعنى المثل أقول له تراهل هذا إذا بندفع بطاقة بيكون الخصم عشرة في المية فاللي عنده بطاقة أنا أقول الأفضل يدفع فيلحكون يعني فطبعا هم يعني فهموها طريق غير باشرة يعرفون الناس والف فأخذ هذا يا بالبطاقة ماله ودفع فهذا يعني مثل على أو نموذج على هذا المثل الشعبي أتمنى عنكم يعني استوعبتوا هذا المثل وطبعا هذا المثل ما تلقى سهل فإن شاء الله الحين مع مثلنا الثاني مثلنا الثاني أخواني الأعزاء يقول الحس حس راعدة والحيل حيل يعد أعتقد أن المثل تعرفونه ومثل مفهوم مثل شعبي مستخدم دايما دايما يعني ما بمن المثال اللي ما تستخدم إلا مثال اللي تستخدم لأني أنا بعض المرات أخواني الأعزاء أريدكم أمثال ما تستخدمها الحين يستخدمونها الأوليين ما تستخدم في حياتنا هبدا حتى أنا ما أستخدمها ولكن يعني أوقاتنا أضطر أني يعني على الأقل نستمتع نستمتع بهذه الأمثال حتى لو ما نستخدمها في حياتنا استخدموها هالينا الأوليين قبل ولكن نحن ما نستبس يعني فيها معاني وفيها أخلاق وفيها عادات وفيها يعني مثل ما يقولون يعني سنع وغيرها ولكن نحن ما نستخدمها الحين خلاص يعني وقتها راح إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة بيبلكم منها بخبركم بقولكم هذا المثل غير مستخدم الحين حين تخلونا على المثل هذا المثل يقول هذا طبعا 100 في 100 مستخدم الحس حس راعدة والحيل حيل يعد الحس اللي هو صوت راعدة شو راعدة الراعدة أعزائي هو يقصد بها الرعد الرعد رعد المطر نحن نسميه مرعد هذا يعني شو أقوى عن صوت الرعد يطر الدنيا يطر تخبوف كنت نايم إذا في رعد نتمنى إن شاء الله عشان تينا الأمطار الحس يعني هذا الريال حسه قوي إذا بيتكلم في هالمكان بتسمعه من ثلاثة أربعة حجر صوته قوي جخوري صوته الحس حس راعدة والحيل حيل يعدة شو معنات الحيل الحيل القوة قوته ضعيف يعني قوته توازي قوت شو قوة اليعدة شو اليعدة اليعدة اللي هي الدبشة الضان هاي اليعدة الخروف انثى الخروف هذي فيها قوبة الله عليك فهو صوت بدون عمل بدون شغل بدون قوة يعني ها مثل واحد يهدد ويتوعد وأنا بسوي وبسوي 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 وأخيرا ما يسوي شيء هذا يعني هذا يسمونه يقولون عنه الحس حس راعدة والحيل حيل يعدة هذا يضرب أخواني الأعزاء انتقادا لمثل هؤلاء الأشخاص قال لي يعني بنسوي وبنسوي وبنسوي ومقولناك ما شيء ما شيء كلام بس على الفاضي الحس حس راعدة والحيل حيل يعدة ما في قوة بضارب وبسوي وبسوي بسوي ويوم يصرف حزتة يخر على وراء عندنا مثل آخر شبيه بالمثل هذا يقولون شيء يقولون يقولون صوت عرش صوت عرش احزبه ولا تضربه صوت عرش احزبه ولا تضربه العرش تعرفون العرش اللي هو الصوت الحطبه مع شجرة العرش اللي هي الخروع بس له مجوف مثل القصب القصب أقوع عنها من تقبضها بيدك كسرة يسمونها عرش يعني هذا اللي يتوعد على الفاضي مثل مثل صوت العرش احزبه خوف به بس لا تضربه لأنه بينكسره في نفس الوقت هذا هو نفسه الحس حس راعدة والحيل حيل يعني هذا نحن نقول أنا صوت عرش او عصى خلوا يمكنتم ما تعرفون الصوت الصوت اللي هي العصى او القب قب عرش هذا يعني مثل واحد اذا بيصير مثلا يقولون لتعارب عنها هذي يأينا واحد عدو او حرامي قالوا خلوا علينا انا بداويه انا بخبركم شي قايل يسيل له قالوا يلا يلا تعال عهل انت يوم انت بسيبه هالفعل تعال يوم يسلون هناك نخش وراهم قال له لا نسيت شي ويش رد عنهم هذا هو الحس حس راعدة والحيل حيل ياعدة ماشي شرات انا انت راعدة سمحوني انا كلها اضرب امثال ايضا بامثال مثلها مثل اللنرب اللنرب شو تسوي اللنرب اللنرب في الليل او العصر تقول لنا هذا العقاب او النسر يبيني برويكم انا انا بصيدة تقولهم ما عليكم بيشوف انا اللي بصيدة برويكم الصبح شقا بصيبة ما بخلي يشوفني باختفي عنا وباشرد ومادني ايش من الكلام والصبح شو الصبح تصبح ما زرم تحاها راجدة اي النسر ويضمها من المكانه هذا مثل اللنرب ما يقدر يسوي شيء فهذا المثال اخواني العزاء يضرب انتقادا لهؤلاء اشخاص الذين يعني يضجون ويتكلمون ويقولون اشياء وايد ولكنهم وقت الفعل يتخرون ولا يسوون اي شيء ما ينفذون اللي يسوون اللي يقولون هذا مثلنا الثاني اخواني العزاء والحين ان شاء الله مع مثلنا الثالث مثلنا الثالث اخواني العزاء يقول البيت يندخل من بابه ما يندخل من محرابه البيت هل هذا يعني في كلمات شوون صعبة كلها بسيط البيت يندخل يعني يندخل يدخل من بابه باب البيت ما يندخل ما يدخل من محرابه بس يمكن محراب ما تعرفون نحن عارف ان المحراب هو يعني محراب الصلاة اللي في المسيد ولكن هو يعني احنا يعني المحراب يقصد صدر البيت أو منتصف البيت يعنينا مثلا إذا بسير بزور واحد بي من نص البيت بدخل بسوي لي مكان في نص البيت بدخل أنخش ولا بي من طرف بدخل بدريشة ولا بدخله من جنب لا بدخل من الباب الرئيسي لأنه لا يدخل البيت ما بدخله من المكان لازم يعني أدخل من المكان الأساسي اللي يدخل به فالمثال هذا إخواني أعزائي يعني يقول أن هذه البيوت يجب أن تكونها حرمة وأن تكونها حرمة وأن يجب أنها تدخل من أبوابها لا تدخل من محرابها هذا هذا المثل يعني هذا المعنى الظاهري للمثل لأنه فعلا أنت البيت يوم بسير مثلا بسزور ناس ما بأتيهم يعني من من طرف البيت أو من الباب جانبي بأتي من الباب الرئيسي بتدق الجرس بتهود عند الباب ما بسير توقف في طرف البيت أو عند الباب الصغير أو عند باب المطبخ بتقول بأتيهم أنه تنادي عليهم لا بأتي عند الباب الرئيسي بتدق الجرس بيجيك صاحب البيت وبيرحبك هذه الأصول إنما تدخل شديه هنا في عرض لا هذا يعني لا يجوز لا يجوز شرعا ولا يجوز حتى في العادات والتقاليد هذا المثل أخواني الأعزاء أيضا كناية كناية شعبية هذا يعني يعني أنك انت إذا بتروح تنهي موضوع معين في أي مكان موضوع أي موضوع حتى موضوع الخطبة زواج يعني انت إذا بتسير مثلا بتخطب مثلا حق ابنك بتسير عند منه بتسير عند عند أخو البنت ولا عند خالها ولا عند عمها عند منه بتسير بتسير عند أبوها بتسير عند الساس عند الراس البنت ولي أمرها أبوها إذا أبوها موجود أخوها لا انت بتسير عند الراس يعني هذا هذا الباب البيتين دخلوا بابا ما يندخلوا من محرابة فأنت لازم يعني يعني تروح عند ولي أمر البنت ما تروح عند حط غير لا أخو ولا عم ولا خال ولا أم ولا غير ولذلك أمورك تنجح مثل آخر أنت مثلا رحت تنهي موضوع معين في وزارة من الوزارات أو إدارة من الإدارات عند بروس سير ما سيره باسرة ما بدخل على الوزير لا في تسلسل وظيفي بأتي عند الموظف لاستقبال لاستقبال بيحولك على الموظف المسؤول ما قدر الموظف المسؤول بيحولك على رئيس القسم رئيس القسم ما قدر بيحولك على موديل إدارة وإحنا عاد خلاص حينما باقي غير الوزير من عقل الوزير ما بسير خلاص فهذا لازم لازم يحللك الموضوع الرأس المدير ما قدر لا حول قوة تروح للوزير هذا يعني تسلسل يعني حتى أنت أنت مثلا إذا بسير مثلا في نفس الموضوع مباشرة تروح عند المدير ولا عند الوزير لا لازم تتبع الإجراءات تتبع التسلسل الوظيفي ما تدخل على طول عرض رايح مرة على على الرئاسة لا ادخل باللي هو التسلسل اللي هو الباب الرئيسي اللي يندخل به في إنهام مثل هذه المواضيع ما يصير فهذا المثل أخوان العزاء يعني دايما يدعونا أنه نلتزم بالإجراءات ونلتزم بالعادات الطيبة اللي نحن يعني تعلمنا عليها وعشنا عليها وهلنا نعلمونا بها لازم يعني نأخذ الأمور من أساسه ما نأخذها من يعني من أطرافه لا أي أمر نحن لازم إذا نبغي نخلصه نخلص نزيجته من الراس ماله ننهي من راسه ما ندخل العرض ونخلص الموضوع لا نتخلح ندخله من 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 ساسه نشوف من وين يبدأ نتبع الموضوع وننهيه ولا نحن ما بنكون عملنا زي وخلصنا موضوع هذا مثلنا الثالث أعزائي والحين إن شاء الله مع مثلنا الأخير والراب والحين إن شاء الله مثلنا الرابع والأخير أعزائي مثل ما تشوفونه بيت شعر لي ما زارني والديارة مخيفة لا من حبابة والديارة مان يعني لو شرحنا البيت هذا لي ما زارني والديارة مخيفة يعني اللي ما يعني وقت الخوف ووقت الأزمة ووقت المشاكل اللي أنا عانيتها أنا ما براح حبه لا ييني وأنا بخير وأنا يعني نحلت كل أموري ليش يا إني الصديق ووقت الضيق ليش ما ياني وأنا محتاج إلا الحين ييني وأنا بخير هذا أخواني العزاء يعني 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 لمحة عامة عن معنى المثل إذا بغينا نفسره مثل ما هو لي ما زارني والديارة مخيفة لأمر حبابة والديارة ما أخواني العزاء يعني هذا المثل أنا أعتبره مثل شعري لأن هذا يعني هو على هيئة بيت شعر والأمثال الشعبية أخواني العزاء تي على هيئة شعر تي على هيئة يعني أقوال على هيئة حكم على هيئة حوارات على هيئة قصص هذه الأمثال ولذلك يعني نحن اعتمدنا دايما على يعني الأمثال الشعرية كمصدر لأمثالنا يعني نحن عندنا أمثال بنظاهر أمثال بنظاهر كل شعر بنظاهر يعني شعر بنظاهر تسعين في المية من أشعاره من أبياته الشعرية كل أمثال وأوصاف ممكن نستخدمها في حياتنا وشيء منها بعدنا ما استخدمها وشيء منها ما استخدمها الحين فهذه الأمثال الشعرية أخوان العزاء مهمة جدا يعني الشعر ليش يقول الشعر الشعر حكمة معروف الشعر حكمة يعني أغلب الأشعار كلها فيها حكم أي قصيدة تمر عليها وتقراها فيها حكمة لا بد أن يكون فيها بيت شعري في حكمة بيت حكيم ممكن ممكن تستخدمها بحياتك ممكن غيرك عقب سنوات يستخدمونه إذا هذا الشعر ماله محفوظ ومعروف ولذلك دائما لوليين كانوا يعني يدمجون الأمثال في القصايد مالهم فيطلع أبيات شعرية بمعنى المثل أنا ما عرف إذا كان هذا البيت الشعر له مثل شعبي معروف ولا بها الصغيرة بس نحن يعني نحن يعني من افتهمنا وعرفنا يعني الأمثال هذا المثل يقولون دائما شوابنا أنا يعني أذكر يعني يمكن تزور واحد من من الأنساب يعني شوي يمكن كان كبير في السن وبعده حي الحمد لله دائما كل ما أزوره وأتأخر عليه أتم مثلا سبوعين ثلاثة مايه يشرح عليه فيردد هذا البيت لما زارني والديار مخيفة لا مرحبابه والديار يا سلام بيت جميل أخوان العزاء يعني تفكروا فيه حولوا تحفظونا يعني هذا ممكن تستخدمون أنتو حتى مع أصدغاكم مع أصحابكم اللي مثلا صار عليك لا قدر الله حادث ولا ياك وعقب الحادث وقال له عقب مثلا ما أصالك شي ياك عقب زمان عقب شهر فتستخدم هذا الوصف أول مثل تقول له يعني بطريقة يعني أنك أنت تحبه يعني يقول المثل عنده مثل يقول تشرح على من تود يعني أنت اللي تحبه وتوده بتزعل عليه ما تسعله لأي واحد واحد أجنبي واحد ما تعرفه ما بينك وبينه صداقة ولا أخوه ولا معزه حتى لو يقول لك شي مثلا أو مثلا ما يييك ما يزورك كل شي ينقطع عنك ما تشرح عليه لأنه ما بينك وبينه معرفة يعني مجرد يعني عابرة ولكن اللي تحبه بتقول له بتزعل عليه فهذا الواحد يقوله ما يقول لأنا زعلان وأنها متكدر لا يعني يقول من حبة للشخص هذا يقول ما جيتنا يوم أنا تعبان وأنا عندي مشاكل يعني الحين فيقول له هذا المثل المثل الشعري بطريقة لبقة وبطريقة جميلة وبطريقة يخلي الشخص اللي يزوره يتفاعل معاه ويعني يطيب خاطرة يقول له إن شاء الله صار عندي ظرف غيره لي ما زارني والديار بخيفة لا مرحبا به والديار الحين الحمد لله الخير وايد والحلال وايد وكل شيء متوفر الحمد لله ما شيء قاصر علينا الله إن شاء الله يخلي حكومتنا ويخلي قادتنا ويخلي عيالنا وأهلنا وأعمالنا وشغلنا كل شيء الحمد لله متوفر فيعني صديقك يعني بيزورك يعني دايما وبيتك مفتوح والحمد لله وسائل المواصلات موجودة أول ما هذا ما يستوى أول اللي بيزورك بيزورك يمكن في السنة مرة ولا في السنة مرتين لا مواصلات ولا شيء ولا إني بيزورك على أبعيل ولا على ناقة ولا على سيارة زيب جديم إذا بتروح تزور مثلا حق قاربك بتروح عليهم في السنة مرة هم يعني ما شيء يبعدون عنك يمكننا أربعين كيلو وخمسين كيلو بس ما شيء مواصلات خاصة يعني من مليات السيارات ويات غيره في الستينات والسبعينات ما في مثل يعني تركب على أبعيل ولا غيره ولا أحمر انتهى خلاص انتهوا من عملية يعني ركوب الدواب وغيره الناس اعتمدت على على السيارات فأذكر يعني نحن كنا نزور يعني النهل وجماعة يعني يبعدون عننا كم 45 كيلو نسي لهم في السنة مرة ولا مرتين ما شيء شو بسي لهم على أحمر على أبعيل وعندك في البيت وانيش كثرة نحن كنا وائدين الحمد لله في البيت فيوم زار يعني صاحبة كان شرهان عليه فقال لهذا المثل بقى بالبيت الشعري بطريقة جميلة لما زارني والديارة مخيفة لا مرحبابة والديارة مان يعني بطريقة لبقة وطريقة جميلة وطريقة أنه يعني فخاطرة أنه يحبه هذا مثلنا الأخير أخواني العزاء وبهذا المثل الرابع وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من أمثالنا الشعبية وحيكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته موسيقى 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 هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة